مرحبا بحضرتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر وفي الحقيقة ده موضوع بيشغلني وبيشغل المسؤولين عن الزراعة لأن هدف كل مسؤول قائم على الزراعة في مصر أن يوفر للفلاح المصري مدخلاته الزراعية وأيضا أن يوفر له الأمن كيف يكون المزارع آمنا مطمئنا داخل أرضه وهو ملاحق من خلال برنامج الزراعية مباشر بتجيلي العديد من الشكاوة والمشاكل الحقيقية المتعلقة بهذه القروض يتم التواصل مع الأستاذ عطية سالم مدير بنك التنمية والإتمان الزراعي للوصول إلى حلول لهذه المشاكل وأعادة الجدولة مرة أخرى وأيضا لتوضيح الأمر لبعض المزارعين لأن هناك لبس شديد بين أنواع القروض المختلفة وأيضا بين الفوائد التي تحتسب على كل قرد من هذه القروض كان معايا بعض الشكاوة اللي وردت إلى البرنامج من الخط الساخن كان في شكوى جات من مجموعة من الخرجين المنتفعين بقرية مصطفى إسماعيل بالعمرية بالإسكندرية بسبب عدم زراعة محصول القمح بسبب نقص مياه الري بالمنطقة وتم التواصل مع الإدارة العامة لري النصر وقال لنا أن زمام القرية هو 5000 فدان تروى من محطة رفع مصطفى إسماعيل بر أيصر ترعت النصر وعلى مدار 11.5 كيلو تم التأكد من رأي جميع الزمام المقرر بالطبيعة وأن السبب الرئيسي في الشكوى دي هو قيام تفتيش رأي بحري النصر الهندسة رأي أيصر البنجر بحصر جميع الفتحات المخالفة على فرع 17 أيصر البنجر وكذلك جميع الأحواض وماكينات الرأي المخالفة وتحرير 40 محضر تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مختلفة من أنتصال هاتف من مين؟ حاج رزق أهلا وسهلا بيك أهلا بيك يا بيه منين حاج رزق؟ أبيس يا بيه البحارة أهلا وسهلا حاج رزق أهلا بيك يا بيه يا بيه نحن عندنا مشكلة بالنسبة والمشكلة دي بتتبع للري والصرف أيوة فن سيادتك إحنا في طرعة جزيرة الجامع ري رمل اسكندرية جزيرة الجامع ري رمل اسكندرية أيوة سيادتك فيه الترعة دي 8 كيلو فيه 5 كيلو خطبها لحضرتك من بعد 5 كيلو الترعة عليها عزب طبعا والقرى زي ما انتعرف لان دي ارض استلام سنة 60 ايوة فطبعا الترعة كل اللي نهبت جدام الترعة الترعة زرع وصدر على الترعة ولدمه والترعة وجمنا بشكاوي مرة واثنين وثلاثة للسيب وكيلو وزارة الري بالبحيرة كان لدياش مهندس حمبي وطبعا من رحوله يقول لجماعة طولوا بالكم وفيش حكومة جماعة طولوا بالكم وفيش حكومة ايوة اصبحت دلاطي فيه حكومة ايوة طبعا فالنهار ده ان جات كراكة الطهر اللي جدامه صدر في جدام بيته يتعارك مع بتاع الكراكة والنراد نحطه يتعارك مع بتاع الكراكة طب دلاطي ده مشاكل مشاكل من شعرفين الري ده يعني مفيش حد تعمل مرغم ان الناس دي كلها أسميها في الإدارة خطبالك ومحمد الله محاضر ولكن لا شفنا واحد اتغرم مرة ولا شفنا واحد اتاخد لجسم مرة عشان اضرب المربوط يخفز سائب فعلا عشان تنفيذ القانون ده مسافة تلاتة كيلو في المنطقة اسمها ايه تحديدا الطرعة سيادتك من اسمها طرعة جزيرة الجامع جزيرة الجامع ري بحري خطبالك ري ايه رمل اسكندرية ري بحري رمل اسكندرية وحيتم التواصل الان مع الساد وكيل وزارة الري بالبحيرة المشكلة التانية ايوه افنى مصرف الصرف محيط مريوت مصرف الصرف محيط مريوت الصرف محيط مريوت ايوه اللي بحيط البحيرة بن اسكندرية ايوه المصرف ده مصرف صرف كبير كان ياسع تلاتةاشر متر ايوه النهاردة برضو ناس تعدت عليه فيه مناطق فيه دلوقتي وصلت لتلاتة متر من الرد وفيه مناطق بقت خمسة متر وفيه مناطق ستة متر ايوه الصرف النهاردة برضو مرغم ان الاسامة بتاعتهم مع غفر المية وجال يا عم ريسج احنا عملنا محاضر للناس دي وبرضو كذلك الامر ايوه الصرف والري والصرف ايوه حاضر حاضر يا حجرز انا هتابع معك طبعا مرة اخرى وطبعا عايزك تسيب كل البيانات كاملة في الكنترول علشان هنتابع مع الساد وفيل وزارة الري بالبحيرة وانبلغك باللي هيتم في هزي المشكلة يعني احنا شايفين التعديات كلها تعديات من اهالي موجودين المفروض ان هم بيبقى اضرق الناس باهمية الترعة وهمية الصرف مياه وصرف دول مهمين جدا للاراضي الزراعية لما كل واحد يتصرف في هذا الممر المائي اللي هو الترعة حسب رؤيته هو وحسب احتياجاته الشخصية ويهمل احتياجات الاخرين وجيرانه من الاراضي الزراعية يبقى لازم يبقى فيه وقفة لازم يبقى فيه تطبيق للقانون الحاسم سريعا الوضع اختلف لو كنا بنتكلم عن فترة كان فيها غياب للامن كان فيها غياب لتطبيق القانون لا احنا الان جميع مؤسسات الدولة تعمل من اجل حماية مصر وحماية المواطن المصر فيه قانون بيتطبق فيه قانون ان شاء الله يطبق وايضا بحسم بحسم شديد جدا علشان نشوف التزام من كل واحد موجود داخل ارضه الزراعية اذا كان موجود بجوار ممر مائي زي الترعة اللي بتمر وبتوصل المياه لاراضي الزراعية المزارع بيبقى منتظرها في مواسم الزراعة بيبقى مشتاء ان هو يزرع ارضه وتتعدى على هذه الترعة دي مشكلة كبيرة جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة